وهذه قضية حقوقية لما يقول بعض الشيعاء أن الصحابة ارتدوا فللصحابة حق أن ندافع عنهم أولا لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ونحن عندنا حسب البراهين التي بينتها سابقا أن الصحابة على الإيمان فمن كفر الصحابة هو الذي يكفر الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار من الذي بلغ الدين الصحابة رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في يوم بدر انتهلك هذه العصابة يعني يدعو الله تبارك وتعالى فلن تعبد في الأرض بعد اليوم إذا من سيبلغ الدين الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبوضهم كفر وقال لا تسبوا أصحابي فعلى قول بعض الشيع أن الصحابة كفر إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لا يعلم أن أصحابه بعده ارتدوا أي كفروا على قول بعض الشيع وهل النبي يجهل هذا الأمر فأيضا هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما سيكون كما قال في حديث آخر زوية للأرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة فمن حقوق النبي أن ندافع عنه لأنه لا ينطق عن الهواء وثالثا فمن الأدنى حق الصحابة حق النبي صلى الله عليه وسلم والأعلى حق الله لأن الله أخبر في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس كيف الأمة التي خرجت للناس وعلمتهم الدين على مذهب بعض الشيعة أنهم كفار خير أمة أخرجت تعلم الناس دين بعد نبيهم كفروا وكما هو معلوم أنهم علموا الناس الدين بعد موت النبي لأن بعد موت النبي فتحت العراق ومصر وبلاد فارس والروم وعلموا الناس الدين فخير الأمم التي علمت الناس الدين كفار وقال تبارك وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها قال ابن عباس فارس والروم إذن الله أورث هذه الأراضي للصحابة الذين بعد نبيهم كفروا على قول بعض الشيعة هل لم يكن الله يعلم هذا أو كان يعلم ذلك وجعل نشر الدين ونصر وفتحت البلاد ونصر الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحابة الكفار هل هذا يعني يقول به إنسان عاقل وكذلك جعلناكم أمة وسطة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله سبحانه أخبر تبارك وتعالى أنه رضي عنهم ثم بعد موت النبي كفروا لم يكن يعلم الله أنهم كفروا أم كان يعلم وفي هذا الحال رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في أبدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ما معنى علم ما في قلوبهم أنهم سيمتون على الإيمان ومن كان تحت الشجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهرون المعرفون وقال النبي لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فكيف على مذهب المنحرفين من الشيعة أنهم ارتدوا فهذه قضية حقوقية حق للصحابة حق للنبي حق لله تبارك وتعالى أن ندافع عنها وأن نبين ولا ندافع عنها دفاعا عن باطل دفاعا عن حق الذي تقول فيه الشيعة جنون وانحراف وتهور وافتراء وافتراء